يلا بينا نخش عارين الاسد ونحاول نطلع للمانجمينت نقول لهم ان احنا عملنا هيكل اجور الحمدلله على السلامة لو انت عايز تتضرب بالنار الحمدلله على السلامة انت مع ارجامي مساء الخير انا اسمي ران بوختار بيزنس ترينير and كونسولتنت وزي ما قلت في الانترو this is one of the hardest things دي واحدة من اصعب الحاجات اللي فعلا ممكن تقدي انت تتضرب بالنار لمجرد انك طلعت الادارة وقلت لهم ساموا عليكم ساموا عليكم انا شايف ان المرتبات مش احسن حاجة في الدنيا وعايزين نزبطها ليه اصعب حاجة في الدنيا او شرحة نفسها زي ما بيقولوا مش محتاجة اقول لك ان المدير مش عايز يدفع واحدة واحدة بروا انا دلوقتي هطلع بنا من وحروح الحتة في منتهى الاهمية في دايرة التعامل مع الادارة تخليك تحاول تعرف ازاي تقناعهم بالمصيبة اللي احنا عايزين يعملوها دلوقتي انا الرجل رحت جبت هيكل اجور وعملت وبقى عندي خلاص المرتبات او بشكل محترم مرتبات السوق اللي انا عايز امشي عليها او اتعدها او ابقل منها لازم دي حصل لها عشان لما يبدأ مديرك يزنعك في الكلام عشان هو اصلا مش مقتنع باي زياد المرتبات تكون ايل له انا مشيت على خطوات واضحة واحدة اهي واحدة اتنين تلاتة اربعة دي اول حاجة انت هتعملها عشان تبدأ تكون واقف بتتكلم مع المدير بشكل فيه قلب او في شكل فيه ثقة اتنين افهم ان المدير عشان تبدأ تقنعه بحاجة مش طعف تقنعه باربع طرق اول نقطة فيهم نقطة يعني 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 مستوى الصعيد البشري يعني ايه يعني دلوقتي ودخلت على المدير وقال طوله باشا لو الزيادة دي ما حصلتش هيحصل تأثر على المستوى البشري يقولي زي ايه يعني اقوله زي دوران العمالة هيزيد الاستقطاب مش نعرف نعمله كويس او المورال برضو هو لو سمع الكلام ده ممكن يطلعه من هنا حتى مش هيدخله طب ايه الحل ما هو انت ماينفعش تكلمه في البيبل من غير ما تكون مسامع على مستوى لازم تحول كل حاجة من الحاجات دي لفلوس يعني ايه يعني انا لازم دلوقتي لما اقعد معارج المدير ده اقوله ما كلفنا قد ايه اجيب له اخطاء اجيب له فلوس تدريب للناس الجديدة اجيب له الفلوس اللي احنا صرفناها على الناس القديمة اجيب له العمل اللي احنا بدأنا علاقتنا تأثر بيهم بعد ما الناس سابونا ابدأ احول كل حاجة عندي لو تخب بالك انا على ايدي اعمل واحد واربعة طيب ادي اول حاجة ابدأ تقنعه بها بس انت مش بيبل بقى ده انت كده اقنعته ببيبل وواح تمسمعها في فاينانس اه تبدأ تقوله على البروسيس تبدأ تقوله ان البنشماركينج والشاكات الكبيرة واي 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 برضو مش هيقتنع غير لما تحولها لفاينانس طيب ماشي اوكي وايه تاني تلاتة الكاستمر طب ايه علاقة الكاستمر باللي احنا بنتكلم فيه ده اصلا تبدأ تقوله شكل التأثير بتاع حتة الكاستمر او حتة العميل او تعاون مع العميل لما نزود المرتبات ازاي تبدأ تقوله ان احنا لما نجيب كاليبر احسن ولا لما نضرب الناس احسن لما يكون عندهم موال اصلا تقابلوا التدريب بسبب الفلوس اللي عندنا اه اوكي يعني انت كده بتقول ان انا عشان نقنع الادارة لازم يكون عندي اربعة اصعادة بتكلم فيهم اه اوكي هتغلق لوقتي الكاستمر وفاينانس اه اوكي هتغلق لوقتي الكاستمر في نقطتين امرون في فيديو ده اول نقطة ان انا ابدأ اروح اقوله ووريه بتاع شكل الموضوع كله عشان يبقى عارف ان انا مشيت ببروزس علمية وعملية اتنين ان انا لما ابدأ اتكلم مع اتكلم بصيغة او البروزس والكاستمر والفاينانس مترجمين او محططين في شكل اللي هي اول نقطة تلات نقطة اوعى 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 تنسى الفيديو قبل اللي فاد بتاع البيجتن انا الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه ازاي تبدأ تخش او ايه. لكن لغاية اما الفيديو الجاي ييجي انا عايز حضرتك تبدأ تكون فاهم ان صاحب الشركة او المدير العام او المدير المتخد القرار في حيطة المرتبات مش يب ruins على المرتب ان هو مرتب هو يبنسى على المرتب ان هو مرتب وتكلفة يعني الموظف ده مكلفني كام؟ دي نقولتها في منتهى الاهمية يعني تأميناته قد ايه ضريبه قد ايه وا 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 كده انت بدأت يبقى عندك المنظور الصحيح انك تبدأ تكون جاهز للفيديو اللي جاية بالفيديو الجاية هنعمل ايه؟ هنبدأ نتكلم ايه هما شكل الشيتات؟ لهم اتنين اللي مفروض تكون جاهزين عندك عشان تبدأ تعمل محترم للادارة عندك عشان تبدأ تقنعهم بزيادة المرتبات بتاعت سيادتك افتكري ان احنا بنزل مختلف تماما على فيسبوك و لينكت ان و تيك توك و انستجرام اشوفكم على خير ودعم بتتطوره